قال أنه لماذا لا نرى أو لا نسمع من العلماء سواء البكرية أو الشيعة أنهم يتكلمون عن شجاعة الرسول صلى الله عليه وآله كما يتكلمون عن شجاعة عمر بن الخطاب لعنه الله أو عن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام صلى الله عليه وآله حقيقة نحن نصدق أو نصادق على ما قاله الأخ الكريم ونعتبر أن الأمة بأجمعها مقصرة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وخاصة في هذه المسألة مسألة بيان شجاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واستبساله في القتال لأنها هنا مع الأسف شبهة عظيمة من شأها الفرقة البكرية ومحاولتها التستر على خوري وجبني أبي بكر بن أبي قحافة مع الأسف هذه شبهة رائجة أن النبي صلى الله عليه وآله يعني ما بدى منه شيء من القتال أو الاستبسال فيه ما ظهرت منه آيات منازلة الأقران والشجاع في سوح القتال وبهذا البيان يهون أمر أبي بكر في أنه أيضا لم يبدو منه شيء من هذا يعني عادة عادة الشيعة هم الذين يذكرون علي عليه السلام بأنه كان فارس الشجعان و أخباره و تاريخه و سيرته في هذا أشهر من أن تذكر يعني أو يذكر بها في حين أن أبا بكر يقول الشيعة ليس له شيء من هذا فيأتي البكري فيقول و النبي صلى الله عليه وآله أيضا لم يكن له شيء من هذا و هذه مع الأسف شبهة باطلة أحد من كان يروجها مع الأسف هو الجاحب في كتابه كتاب العثمانية في الصفحة العاشرة يقول و الحجة العظمى للقائلين بتفضيل علي قتله الأقران و خوضه الحروب و ليس له في ذلك كبير فضيلة لأن كثرة القتل و المشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن و أعظم الفضائل و كان دليلا على الرئاسة و التقدم لوجب أن يكون للزبير و أبي دجانة و محمد بن مسلمة و ابن عفراء و البراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يقتل إلا رجلا واحدا النبي و لم يحضر الحرب يوم بدر و لا خالط الصفوف و إنما كان معتزلا عنهم في العريش و معه أبو بكر و أن تترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران و يجندل الأبطال و فوقه من العسكر من لا يقتل و لا يبارز و هو الرئيس أو ذو الرأي و المستشاري في الحرب لأن للرؤساء من الاكتراث و الاهتمام و سعة البال و العناية و التفقد ما ليس لغيرهم و لأن الرئيس هو المخصوص بالمطالبة و عليه مدار الأمور و به يستبصر المقاتل و يستنصر و باسمه ينهزم العدو و لو لم يكن له إلا أن الجيش لو ثبت و فر هو لم يغني ثبوت الجيش كله و كانت الدبرة عليه و لو ضيع القوم جميعا و حفظه و لن تصر و كانت الدولة له يعني الانتصار له و لهذا لا يضاف النصر و الهزيمة إلا إليه ففضل أبي بكر بمقامه في العريش أو بمقامه في العريش مع رسول الله يوم بدر أعظم من جهاد علي ذلك اليوم و قتله أبطال قريش هذا الذي يريد أن يصل إليه الجاحة أنه صحيح أبو بكر لم يبدي شجاعة كعلي عليه السلام في يوم بدر لكنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه و قال لأنه رئيس من الرؤساء يعني مستشار عظيم يعني صاحب رأي أحسنتم فشلون يترك مركز القيادة شلون يصير هذا الكلام الذي ذكره الجاحظ في كتاب العثمانية و ليش اسمه كتاب العثمانية لأنه يرد به على العلوية على الشيعة الذين يقولون بتفضيل علي عليه السلام هو يقول لا العثمانية عثمان أفضل أبو بكر أفضل عمر أيضا أفضل من علي يقول الحجة العظمى حسب زعمه هو شجاعة علي حجة الشيعة العظمى في تفضيل علي شجاعته و يقول لا هذا مصحح لو كان الأمر هكذا لكان أبو دجانة الأنصاري خيرا من النبي صلى الله عليه و قال لأنه كان أشجع قتل أكثر من النبي مثلا فهناك مع الأسف شبهة خبيثة تصور النبي صلى الله عليه و قال بصورة الرجل الذي لم يكن مقاتلا شريسا ممن رد على الجاحظ في هذا أبو جعفر الإسكافي أحد شيوخ المعتزل الكبار كما نقله عنه تلميذه ابن أبي الحديد في كتابه شرح النهج شرح نهج البلاغ يقول ردا على الجاحظ كلام لطيف يقول لقد أعطي أبو عثمان مقولا و حرم معقولا أبو عثمان منه؟ الجاحظ نفس أبو عثمان كنيته يقول الإسكافي لقد أعطي أبو عثمان مقولا إلسان عنده صحيح هو أديب صاحب بيان لكن عقل ماكو و حرم معقولا إن كان يقول هذا على اعتقاد وجد جاد في كلامه و لم يذهب به مذهب اللعب واللهو أو على طريق التفاصح والتشادق و إظهار القوة و السلاطة و ذلاقة اللسان و حدة الخاطر و القوة على جدال الخصوم يقول هذا أبو عثمان إذا كانت جادا في كلامه ف بالفعل عقل ما عنده ممكن أن يكون احتمال آخر أنه لم يكن جادا قال هذا الكلام على سبيل اللعب على سبيل التفاصح على سبيل إظهار ذلاقة اللسان لأنه هذا الجاحظ شنو كان كان واحد شلون نقدر يعني نوصفه ما أدري شايفين بعض الإعلاميين في هذا الزمان وين تودي يطلع الحق مع صاحب الباكيت يعني يطلع الحق مع من مع ولي نعمته يعني عبد الباري عطوان ما أدري يمكن يعني أكو هذه النماذج و إن ما تشغله هو الحق وياهم وياهم خلص هو يرتب يعني يرتب وضعه إعلامي مرة ينتقل من اليمين إلى اليسار من فوق إلى تحات من أقصى المعسكر الشارق إلى أقصى معسكر الغرب و هكذا تتبدل جلدته و في كل مرة لأنه أعطي مقولة يعني يتكلم هو فيستطيع عن ماذا أن يكيف الأمر و يهندسه بطريقة تظهر أنه هو على حق في كل الأحوال لا يكون جادا في ذلك هو لا يكون جادا في كلامه هذا أبو عثمان الجاحظ كان من هذا الصنف كان كثيرا أولا يتناقض في كلامه أصلا في بعض هناك أصلا له نصوص أخرى يفضل فيها علي عليه السلام على أبي بكر و عمر و عثمان فهو يمشي على حسب الهوى على حسب يشوف الجاو على حسب الباكيت أحسنته ما كذا يعني الإسكافي يرد عليه يقول ألم يعلم أبو عثمان أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان أشجع البشر و أنه خاض الحروب و ثبت بالمواقف التي طاشت فيها الألباب و بلغت القلوب الحناجر فمنها يوم أحد ووقوفه بعد أن فر المسلمون بأجمعهم و لم يبق معه إلا أربعة علي و الزبير و طلحة وأبو دجان فقاتل و رمى بالنبل حتى فنيت نبله و انكسرت سية قوسه و انقطع و تره فأمر عكاشة بنت محصن أن يوترها فأمر عكاشة بن محصن أن يوترها فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر فقال أو تر ما بلغ قال عكاشة فوالذي بعثه بالحق لقد أوترت حتى بلغ و طويت منه شبرا على سية القوس ثم أخذها فما زال يرميهم حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت و بارز أبي بن خلف فقال له أصحابه إن شئت عطف عليه بعضنا فأبى وتناول الحربة من الحارث بن السمت ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير قالوا فتطايرنا عنه تطاير الشعارين فطعنه بالحرب فجعل يخور كما يخور الثور ولو لم يدل على ثباته حين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله إذ تصعدون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فكونه صلى الله عليه وآله في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون هاربين دليل على أنه ثبت ولم يفر وثبت يوم حنين في تسعة من أهله ورهطه الأدنين وقد فر المسلمون كلهم والنفر التسعة محدقون به العباس آخذ بحكمه بغلته وعلي بين يديه مصلت لسيفه والباقون حول بغلته يمنة ويسرى وقد انهزم المهاجرون وكلما فروا أقدمه صلى الله عليه وآله وصمم مستقدما يلقى السيوف والنبال بنحره وصدره ثم أخذ كفا من البطحاء وحصب المشركين وقال شاهة الوجوه والخبر المشهور عن علي وهو أشجع البشر كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله ولذنا به فكيف يقول الجاحظ أنه ما خاض الحروب ولا خالط الصفوف النبي خاض هذه كلها وقائعه هذه كلها بطولاته التي عدده وشيئا منها وأي فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام والاعتزال في الحرب ثم أي مناسبة بين أبي بكر ورسول الله في هذا المعنى أنه هب أنه النبي صلى الله عليه وآله لم تصدر منه هذه البطولات في الشجاعة وهذا الاستبسال في القتال لماذا تقيس به أبا بكر حتى تعفي أبا بكر من تهمة الجبن أي مناسبة بينهما في هذا ليقيسه وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة ورئيس الإسلام والملة والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة وإليه الإيماء والإشارة وهو الذي أحنق قريشا والعرب وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم وحق لمثله إذا تنحى عن الحرب واعتزلها أن يتنحى ويعتزل لأن ذلك شأن الملوك والرؤساء إذا كان الجيش منوطا بهم وببقائهم فمتى هلك الملك هلك الجيش ومتى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكه وإن عطب جيشه بأن يستجد جيشا آخر ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسه وخطأوا الإسكندر لما بار زفور ملك الهند ونسبوه إلى مجانبة الحكمة ومفارقة الصواب والحزم فليقل لنا الجاحظ أي مدخل لأبي بكر في هذا المعنى ومن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل أصلا وين يعرفوه ومنه أبو بكر حتى يقصدونه بالقتل حتى يكون مستهدف مثلا واحد من عرض الناس كان في تلك المرحلة وهل هو إلا واحد من عرض المهاجرين حكمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما بل كان عثمان أكثر صيتا منه وأشرف منه مركبا والعيون إليه طمح والعدو عليه أحنق وأكلب ولو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك هل كان يؤثر قتله في الإسلام ضعفا أو يحدث وهنا أو يخاف على الملة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن تندرس وتعفى آثارها وتنطمس منارها ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في مجانبة الحروب واعتزالها نعوذ بالله من الخذلان هذا تمام كلام الإسكافي فإذن نعم نحن نتفق مع الأخ السائل الكريم في أن الأمة مقصرة في بيان أوجه شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وبطولاته مقصرة من الطائفتين الحقيقة من الفريقين ولكن اللوم الأعظم يقع على من؟ على الفرقة المنحرفة البكرية لأنها أرادت أن تنزه أبا بكر من تهمة الجبن أنه جبان خوار فنسبت شيئا من هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وساوت ما بينهما باعتبارهما رئيسين كما زعم الجاحظ وكان في هذا غمض لحق النبي صلى الله عليه وآله وكانت داعي له تجريد علي عليه السلام من فضيلة من أعظم فضائله وهو استبساله في الذب عن رسول الله وعن الإسلام أرادوا أن يقولوا أن شجاعة علي ليست بشيء بل الأهم جلوس أبي بكر في العريش هذا أهم وأفضى هذا الكلام وأفضى هذا النظر أو التنظير الذي نظروا به أفضى إلى غمض حق النبي صلى الله عليه وآله والتعتيم على بطولاته في الحروب فالواجب على هذه الأمة أن تعيد ذكر بطولات النبي صلى الله عليه وآله في الحروب وتظهر شجاعته ولنعم ما قال الإسكافي هاهنا أنه إذا كان علي وهو المعروف بأنه أشجع البشر يقول نحن كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله ونحتمي به فمعنى هذا أن شجاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فوق الخيال أصلا كانت بحيث أن علي يكون مفتقرا في شجاعته إليه وهو علي بن أبي طالب فما ظنك بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله